الجزء الثاني من توقعة العالم الفلكي الشهير سامير طامت للأبراج الأكثر حظاً هنتكلم عن الميزان النجاح ينتظرك طول السنة فجوبيتر يعني كوكب الحظ لغاية آخر مايو موجود في برجك متأثر بفينوس مثلك وهو السور موجود في برج الطور اللي هو بيتأثر برضو بفينوس زيك وكأنه ننتقل جوبيتر للجوزاء في 25 مايو اللي هو برج صديق للسنة كاملة الوقت ملائم للبحث عن عمل يناسب تطلعاتك خلق مشروع جديد أو الدخول في دراسة جديدة بعد فترات الضغط في يناير وإبريل وتعاني أيها الميزان من بعض الإحباط في يونيو وأكتوبر لكن نتيأس فجهودك ستثمر في مطلع يونيو الشمس وجوبيتر وبلوتون في أبراج هواية تدعمك لتحقيق مشاريعك في الحب كوكبك فينوس في تقطعات إيجابية مع جوبيتر وبلوتون تنبقك بساعة الحب في مارس ومايو ويونيو وسبتمبر وديسمبر يأتيك أيها الميزان عروض زواج من مواريد الدلو والأسد والقوس والجوزاء البرج اللي بعدت كده القوس في العمل كوكب الصعود الاجتماعي موجود مقابل برجك في أي برج الثور حتى آخر مايو وهنا نجاحك ومشريك تتعلق بعلاقاتك مع الناس مع شركائك وأفكارك الاقتصادية ورانوس في الصور أيضا في مارس ويوليو يؤمن لك فرص إضافية لكن انتبه من البرامج الخاطئة في فبراير وأغسطس ونوفمبر تحت أسر الشمس في آزار اللي هو مارس ومنتصف يونيو وحتى يوليو نهاية يوليو قدرتك الفكرية تكون في أوجهها لكن انتبه من تراجع في الأسد اللي بيجعل علاقاتك المهنية أكثر حدة في الصيف في الحب فينوس يعيد تلبية عطشك للحب الكامل جاذبيتك تكون الآسرة من آزار حتى بداية نيسان اللي هو إبريل في بداية الصيف ومن نهاية سبتمبر في نهاية سبتمبر حتى منتصف أكتوبر تحول السياء أيضا بسبب أورانوس في بداية مارس وبداية أغسطس ومنتصف أكتوبر ونهاية ديسمبر القوس في العام الكوكب الاتصالات يمكس في سرس أبراج نارية عزيز السنة وده المصلحتك أيها القوس زكائك في العلاقات مع الناس ينمو مع بداية مارس وحتى منتصف مايو ومن يوليو حتى سبتمبر وآخر شهرين من السنة في 25 مايو كوكب الحظ جوبتر هو مقابل برجك وده بيدمان نجاحك المهني وزيد التقاطك وسطر ونبتن في الحوت بيعكسه مخاططاتك خاصة في نهاية أغسطس ونهاية السنة وعليك أن تتبه من القرارات الخاطئة وعدم الاتكال فقط على الحظ يومان مهمان لك هما 27 نوفمبر و6 ديسمبر فاستفد من الفرصة المتاحة الآن في الحب العاطف تأخذ كل عواطفك هذه السنة وفينوس يجعلك لا تقاوم خاصة في الأول من ديسمبر وإبريل ومنتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر حظوظك مضعفة مع الجوزاء والميزان والدلو خاصة في نصف الأول من فبراير ونصف الأول من يونيو وفي ديسمبر الجدي في العمل حبك للعمل من مصابرتك وجهودك هتكون مكافأة جوبتر الموجود في التور اللي هو برج صديق من أول السنة وحتى 25 مية هتكون كريم معاك أيها الجدي ويساعدك في تحقيق مشروع مهم مع دعم أورانوس في برك صديق طول السنة هتكسب تحاولات هامة في مهنتك هتكسب متحانا هاما في العلم أو العمل أنت مدعوم أيضا من ساترون ونيبتون وبلوتون هتكون قراراتك مدعومة بالحكمة والحدث والمثاليات أما عاطفيا يعني أمامك أوقات نكحة جدا في الحب بيدعم جوبتر أورانوس أمامك تحاولات سعيدة وجود جوبتر في برك صديق حتى أيار يوسام في نمط حياتك العاطفية خاصة أنه مدعوم بفينوس كوكب الحب فينوس يزورك بين 23 يناير 16 يونيو وبين 11 نوفمبر و7 من ديسمبر طبعا وتأثير قبع السلطان والعقرب والحوت الدلو في العمل وجود جوبتر في التور غاد 25 ما يتطلب منك مزيد من الاجتهاد ويكون أمامك صعوبات إدارية وأحيانا قضائية عليك بالمصبر والصبر والانتباه وتجد دعم من أصدقائك ومعاونيك تأثير المريخ وبلوتون هيعيد بعد التوزن لوضعك العام 25 ما يدخل جوبتر للجوازاء اللي هو برج صديق لك ويمنحك كل الإمكانيات تغيير عمل أو الحصول على وظيفة ومصدفة شريك عاطفي مناسب مشاركة أحد في عمل جديد أو الحصول على ترقية في الحب يدعمك هذه السنة بينوس سواء كنت متزوج أو عازب من منتصف فبراير حتى مارس وفي ديسمبر جزبياتك هتزيد في فترات من عدد يعني كتير من السنة مولود الدلو عنده فرصة ملاقظ روحه التوأم أوقاتك الحلوة هذه السنة هي 3 و 4 يونيو من 14-22 فبراير الحوت في العمل الشمس هتنمي توقاتك العقلية والعلاقات مع الناس من منتصف يونيو حتى يوليو وفي نهاية أكتوبر وغاية نوفمبر في دعم إضاف أيضا من سطر ونبتون من ناحية المهنية وجوبتر يدعم نجاحك من أول السنة وحتى مايو من خلال الحصول على ترقية ودعم معني عمل جديد أو صفر بقيمة بقية السنة هتكون معقدة بعد الشيء لكن انتقال جوبتر للجوازاء له برج غير صديق يخلق مكفاجئات غير منتظرة ودد مصلحتك في الحب بفضل وجود سطر ونبتون في برجك ده هيبقى فيه حب سابت ورومانسي إذا كنت عازب أو متزوج الفترة الإيجابية هي أول 5 أشهر من السنة الأشهر المناسبة هي نهاية يناير ومنتصف فبراير ومارس ومايو من منتصف يونيو حتى منتصف يوليو فيه مشاكل عطفية محتملة في يونيو لكن كل ده هتتحل إن شاء الله في أغسطس ونهاية أكتوبر موسيقى